دكتور محمد سديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية أهلا بكم على مستوى العالم الموضوع في المنطقة الخطورة دراسة 80% من البريطانيين بيشتكون من ألام أسفل الظهر تكاليف معالجة الألام دي بقى دواء وجراحات وانفستجيشن وحجزات المستشفى تصل إليه شوفوا الرقم بليون جنس ترلين بليون جنس ترلين طبعاً المشعف ده بالمصري بقى يبقى عامل كام فحاجة تبقى يعني حاجة طبعاً حاجة مهمة جداً أنه نحن نقول أنه ألام الظهر قد تكون مشكلة تؤثر على إنتاج القوم البلد ده فيش منتغل أهمية ضيف العزيز النهاردة اسم كبير شديد الأهمية في عالم جراحات المخوة وعصاب بنا ننتظر لقاءاته بفارغ صبر بلاستمتع بهذا اللقاء لأنه طبعاً واعب من قمم جراحات المخوة وعصاب مش على مصر بس على مصر ووطن العربي واسم له قيمة علمية عالمية كبيرة لأستاذ الدكتور محمد صديق هودي الأستاذ الجراحات المخوة والأعصاب والجراحات العمد والفقري كل الطب أصر العيني وعضو جمعية المصرية والعربية لجراحات العمد والفقري اسمي شبير أهلاً بيك يا دكتور أنا محرج وحشني جداً بليون جنيس تدليني تكلفة علاج ألم الظهر في بريطانيا أوه طبعاً كلمة مهمة أوه يعني هي زي محرج قلت هو جزء مؤثر على الإقصاد القومي وبعدين خلي بالك الناس هناك التانيين دول عندهم نقطة مهمة جداً هو ما بيعتبرش خسارة الفلوس دي خسارة لا لا ده عنده خسارة الوقت كمان يعني أنت كإنسان أنت مفروض لك شغلانة ما فيش هناك حد ما بشتغلش أنت لك شغلانة ولك انتاجية معينة فما ينفعش تبقى عين وتفضل تاخد أجازات ما ينفعش تقعد عطلاً عن العمل علشان أصلاً بعاني من ألم في ظهري أو في رقبتي أو غضروف أو كاسر أو وتفر الكلام ده كله عندهم هناك ما يمشيش لأن ده على حساب دولة ودولة بتدفع فهو بيدور دايماً على الكلام ده كله علشان يحل المشاكل هو دايماً يدور على مسببات المشكلة ثم يدور على الحلول واخد برحة داك لأن يوم بيلتأي أن واحد بدأ يدخل في إعاقة خلاص بقى يخرجه بره دائرة العمل ويدخل في دائرة تانية زي دائرة المعاشات أو التكافل أو وتفر لكن اللي بيشتغل ده يقول له ده أنا عايزك ترجع لي بعد يوم بعد يومين بعد تلات ترجع تشتغل تاني على العكس تماماً من المناطق اللي زينا أو الدول العالم الثالث يعني بيبقى واحد في شركة أو موظف أو معلم أو مدرس هو رايح جاعة تأمين عشان ياخد أجازة غيابه مؤثر أو مش مؤثر هو محدش حاس أنه هو يعني يفرق كتير مع أنه هو بيخسر كتير جداً من الاقتصاد بيخسر كتير جداً من نتج القومي يعني تخيل حضرتك لما من فترة بسيطة كده كان معظم المعلمين في المدرس بيقضوا أجهزات عشان بيدي دروس في السنتر واخد برحارة فالمدرس ما عادش فيهم مدرسين يدرسوا فالولاد بقى بيروحوا بيروحوا خلاص من البداية ما عادش بيروحوا المدرسة ليه؟ لأن ما عادش عندي اليد العاملة أو المعلم اللي هيدي مجهوده وعلمه للطالب عشان يتعلم في المدرسة فبقى من روح المدرسة يوزلس فده عمل مشكلة فجاءت الوزارة مؤخراً أدق لأ عملت الريستريكشن لموضوع الأجهزات والشهادات اللي بتيجي من عيادات أو من منصفشفات أو واتفر لا الموضوع بقى محجم جداً مشكلة العامود الفقري سواء في الرأبة سواء في الظهر هي مشكلة من المعوقات لحياة البنقدمين وإحنا ما نستسهلش بيها لأن هي أسبابها كتير جداً يعني لما نجي نتكلم مثلاً على مشاكل أسفل الظهر مفيش بيت مفهوز بالوقت كل البيوت ده واحد يقولك ظهري هاتلي كده حطي أبني ورى ظهر عشان بيوجعني بالزبط يبقى إذن كل الناس في كل الأعمار بيجي لهم ألام أسفل الظهر في وقت من الأوقات يعني لما بنتكلم إن 80% ده 80% اللي هو دخل منظومة العلاج طيب لكن في ناس 20% بدخلهش منظومة العلاج يعني هو بيقضيها إيه إن أنا عندي ألم هريح شوية هعمل شوية مساج وتدليج هاخد أنا علاج مسكن خفيف ده ما بيعتبرش مريضي يعني هو بيمر بمرحلة ألم والألم دي أنتهي لكن هي مشكلتنا مع العمود الفقري وأخذ برحبك هي إن العمود الفقر ده بيحتوي على مجموعة من الأعصاب المهمة جداً لما نجي نتكلم على المنطقة القطنية المنطقة القطنية فيها حاجة بنسميها الضفيرة العصبية أو الأعصاب الطرفية المسؤولة على النصف الأسفل من الإيه؟ من الجسم يشمل المنطقة بتاعته الحض يشمل منطقة الرجلين يشمل القدمين لحد آخر الضوافر بتاعتنا بيبقى فيها عصب العصاب بتاعتنا بتنقسم إلى أعصاب حسية وأعصاب حركية وأعصاب لا إرادية يعني الأعصاب الحسية هي اللي بتدي الإحساس الوجع، التنميل، الخدلان، الحرقان، السخونة، البرودة، كلام ده كله العصب الحركي هو اللي بيأثر على الحركة بتاعت العضلة سواء قوي أو ضعيف الغضروف مكون من عبارة عن إيه؟ دي الفقرتين دي فقرتين هوا من العمود الفقري القرص اللي في النص ده اللي عامل زي الطبق ده ده اللي اسمه الغضروف الغضروف مكون من نسيج من بره قوي جدا عامل زي الإطار بتاع العربية بالزبط نسيج قوي جدا من بره وبعده كده من جوه مادة جيلاتينية عشان تسمح بالحركة وامتصاص الصدمات وبيد تقوية للعمود الفقري مع كترة الحركة بقى طالع نازل والمطباط والطرق المكسرة والشيلة الغلط يبدأ الغضروف ده يخرج يضغط على العصب ده ده اسمه عصب حسي اللي بيدي الألارم الأحمر ده ده عصب حسي يبدأ الواحد يشعر بإيه بألم بحرقان بكهربة بتنميل بوجع لنوصل لمرحلة يقولك أصلا عنده ألام عرق النسا يعني الألام اللي بتيجي في المنطقة دي نو بتسمع في الرجل وتنزل ده بيطلق عليها ألام عرق النسا أو ألام ريح الأنس أو ألام العصب الوركي طول ما الموضوع فيه ألم الألم ده إنزار يقولك خلي بالك أن أنت عندك مشكلة مش كل الغضروف بيجي بألم في الضغر يعني خالص يعني الغضروف فيه غضروف تيجي بألم مجرد ألم في الرجل فقط لغير يسمع في الساق ده اللي احنا بنسميه ألام عرق النسا أو ألام التهاب العصب الوركي في البداية العصب لما بينضغط الدورة الضموية اللي في العصب نفسها بتضعف ويبدأ العصب يحصل فيه نوع من التحلل من الضغط اللي عليه فيدي ألام يسمع بقى ياخد منطقة منطقة ممكن ياخد منطقة الهنش من وراء ممكن ياخد منطقة الفغد ممكن ياخد منطقة العضلات لحد كعب الرجل وقع الرجل من تحت يعني الأسفل بتاع القدم في البداية بتبقى الموضوع مجرد شوية واجع بعد شوية يتبعها تنميل بعد كده يبقى فيه حرقان وخدلان إحساس ملخبط كده زي ما يبتغلي في الجلد كل ده في المرحلة الحسية بس الغضروف لو ما تعالجشي أو ما تلحقشي أو ما علجناش هذه النقطة بيتحول الموضوع إلى ما هو أكبر يبدأ يضغط على العصب الحركي العصب الحركي ده هو ده اللي مسؤول عن الحركة بتاعت الرجل فممكن يؤدي إلى ضعف يعني شكوى كبيرة جدا إن الست البيت دايما تقول لك أنا أول ما بجأ أصحى الصبح وأخد قامتي أو أنزل من على السرير مش قادرة فرد ظهر وبدأ يحصل ضعف في عضلة الضهر مع الألام بتخلي العضلة تضعف بعد كده ده أنا بمشي بتعب ده أنا مش قادرة أطلع على السلالم ده أنا بمشي بكعبل الشبشب بيتخلع من رجلي ده أنا بكعبل في السجادة وبكعبل في العتبة وكل شوية بقع الكلام ده ناتج عن ضعف في العضلة فيه ناس بقى بيجي لها كمان مشاكل أخرى زي مثلا البول ده أنا بتحكم كويس جدا في البول بعد شوية قالت البول بدأ يسبقني أنا عايز أدخل للحمام عقبال موصل للحمام يبدأ البول ينقط شوية في الرجالة ممكن يشتكي من ضعف جنسي أو ممكن يشتكي من سرقة قسف ممكن يشتكي من مشاكل كتيرة جدا نمشي في سجا كتيرة بس ساعات ما بنوصلش لمرحلة نحن ندور في العمود الفقري يبقى قصتنا كلها جاية من العصب وإحنا عاديين بقى بندور في حاجة تانية خالص وندخل في متاهات يعني هنا شوف ده غضروف خرج بره ضغط على العصب ضغط على الحبل الشوكي على الأعصاب الترافية التحتمي هيبدأ يضرب في الرجلين ويسمع في الرجلين طيب هو مين يعرف ما أصلي إحنا جسمنا نشغال بإشارات عصبية دي كهرباء ماشي زي حركة تخيل لو واحد بيمسي سلك كهرباء ما بيكهرب هنا العصب ده لما بينضغط عليه ويديتش جدا وإحساسها بيبقى ففزيع جدا في الرجل يعني الناس في الأول بتبقى يعني شوية مسكنات وحاجات بسيطة بتماشي الموضوع بعد شوية يحس بالإعاقة بقى ده أنا مش عارف أنزل شغلي الرجل اللي بيشتغل مثلا بيعمل مجهود جامل مثلا زي الرجل المزارع اللي في الأرض أو ستة البيت اللي هي بتقف في المطبخ تبدأ تشتكي بقى من ألم في الرجل مش قادرة أقف كتير مش قادرة أطلع سلم لو طولت شوية بتعب البول بدأ يؤثر معايا تسمع شكوى جديدة بقى الألم اللي كان في الرجل بدأ يطلع للظهر بقى يقولك أنا بحس إن ظهري مقسوم نصين ده أنا لو كحيت كحة كده بحس إن فيه زي طلقة رصاص أو زي خنجر أو زي سكينة اتضربت في ظهري وفرجلي كل دي اسمها أعراض مشاكل العمود الفقري أسفل الظهر طيب هل كل الألم اللي في رجلين جاي من العمود الفقري لا إحنا عندنا فيه ألم ممكن تبقى جايه من العضلات نفسها فيه ألم تبقى جايه من أماكن أخرى يعني مثلا لو واحد عنده حصوة في الكلا أو عنده التهابات في الكلا أو حاجة زي كده تبدأ تسمع في العضلات الخلفية أو العضلات المحيطة يعني سيدة مثلا مركبة لوب واللوب ده محطوط بطريقة غلط يبدأ يسمع يدي ألم مرتدة على الضار في بعض السيدات اللي بيبقى عندهم الرحم المقلوب يضرب ويسمع هنا الأورام اللي فيها بتشد على الأربطة بتاعته الحود عشان كده هنا بتبقى أهمية إن المريض يتفحص كويس جدا متشخص ويروح لدكتور متخصص متشخص بشكل كوي الأول أنا لازم أسمع الهيستري وأشوف الألم تريجي تاريخ المرضي طبيعة الألم ووقت حدوث الألم ومدة الألم بتفرق جدا معنا يعني في واحد يقولك شكل الألم ايه؟ بالضبط وتوزيع الألم مصاره لإن أنا عندي أعصاب وإحنا حافظين الخريطة العصبية بتاعتها كل عصب له مصار درماتومس وكل عصب بيغز عضلة معينة وأنا بسمع الأول بترجم بعد كده لما أجي أفحص أشوف بقى إيه الاستجابة العصبية رد الفعل العصبي قوة العضلة حركة القدم أمشي العيان قدامي أمشي على صوابعك أمشي على كعب رجليك بنشوف الحدد للأسف الشديد يعني فيه ناس فهمة إن أنت ما تدورش على حل المشكلة إن لما تبقى مش قادر تمشي أو يحصل لك سقوط في القدم أو يحصل لك شلل في رجليك الكلام ده مش كده الكلام ده كنا بنتقبله زمان لكن النهاردة مع التشخيص الحديث والوسائل العلاجية الحديثة ما عادش ينفع هذا الكلام التشخيص وأدواته أصبحت حجر زاوية مهمة جدا في الوصول للحالة جدا يعني هو التشخيص بيبدأ إن أنا أسمع أسمع المريض بتاعي وأسمع الكلام المهم يعني المريض اللي بدأ الألم من إمتى وبيسمع فين ويرايح فين ووصف الألم بتاعي بعد شوية بنفحص المريض نشوف ظهره قوة العصر الفحص الإكلينيكي ده مهم جدا بيوصني خمسين لسبعين في المية من التشخيص بتاعي بعد شوية أنا بطلب بقى أبحاث يعني ممكن أطلب أشعة عادية لو أنا شاكك في خبطة أو كسر أو شرخ ممكن أطلب أشعة مقطعية ودي خاصة في مشاكل العظم الفقرات نفسها يعني واحد مثلا بعد مطب جامد في العربية أو ويع أو تخبط هنا اللي بنطلب بقى الأشعة الأحدث هي اسمها الرانين المغناطيسة تبين الغضروف اللي هو في أسفل الدار كده الغضروف الرانين المغناطيسي بيبان لونه أبيض يعني اللي ما بين الفقرات ده هتلاقي لونه أبيض 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 كده تنزل لحد آخر واحد تحت كده تلاقي لونه أسود وبدأ يدخل على القناة العصبية اللي هو العصب اللي نازل من فوق لتحت اللي هو الكابل الكابل اللاب يد الكابل اللاب يد أبيض قوي ده ده تعبارة عن مجموعة الأعصاب اللي نازل بتغزل إيه الطرف الأسفل الغضروف لما بيخرب بيضغط عليهم كده إكوين لما بيضغط بالزبط كده لما بيضغط عليهم يبدأ يعمل للألام تبدأ الأول الألام اللي هي في الرجل تطلع معانا الألام الده ساعات الغضروف مش يبقى في مكان واحد ده ممكن يبقى عندي غضروف واثنين وتلاتة هنا عندي غضروف اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني كل الخمس غضريف اللي هم في المنطقة القطنية كلهم مصابين طب العين ده بتبقى شاكوته إيه بقى الشاكوة هنا بقت مضعفة بقت شاكوة كبيرة جدا في الدار مش قادر أخد قامتي مش عارف أتحرك لما تيجي تبص هنا بقى ده عيان عنده غضروف بقاله فترة طويلة جدا وهو مهمرة وسايبه وفي الآخر الغضروف انفجر وخرج بقى دخل قفل القناة العصبية ده بيجينا بقى مركب أسطارة بول ورجليه بتقيه عنده سقوط في القدم ولبس صندل وشبشب أو حطة جبيرة في رجله لأن ده بيدرب ويعور الضفيرة العصبية المغزية للرجل من تحت وده ما يصل بسقوط القدم وهنا بتبقى عندنا مشكلة حقيقية نذكرها في الموقف ده الغضروف بهذا الحجم وانت قاعد بتعمل جلسات علاج طبيعي او انت رايح بتدور على حل آخر واخد ده الحرك زي مثلا علاج تسكين بالأدوية او مسكن للألم او وتفرم الحاجات دي كلها عمر ما يحل المشكلة لأن المشكلة هنا بقت ايه في ضغط في حاجة تأثير ضغط ميكانيك حركي ده لازم بسرعة يتلحق نشيل الغضروف نبدأ نعمل حاجة اسمها تثبيت للفقرات لما يجي لك مريض ودي الأشعة بتاع تلقى ضهر معوج وعمل زي حرف اس شوف الأشعة اللي بعديها يعني مجموعة الأشعات اللي ورا بعد شوف الظهر بعمل ازاي طيب شوف بقى أشعة الرنين بتاعته اللي وراها قدي الرنين بتاعة الظهر القناة العصبية مقفولة من نص القناة العصبية ليه غضروف تأكلت وبدأ تعمل انحراف في العمود الفقري وبدأ يعمل حاجة اللي بنسميها سكيليوز او جنف جانبي ضغط على العصب وعلى حبل الشوك طيب ده لو ما لحقتوش ده دخلنا فيما يسمى الكودة اكوائنا يبدأ بقى الاحساس بتاع النص التحتاني كله يتأثر الاحساس منطقة الحوض يتأثر التحكم في البول والاخراج والوظائف الحيوية دي تتأثر سقوط القدم يحصل خسان الرجل يحصل لما بنشوف الحالات دي تولي ليه التولي المظلم دي تجاهل جدا بالغضروف طيب لن يقف يعني في ناس كتير يقول لك الحالة هتوقف عندي كده لا ما بتوقفش مش هتوقف بس نشوف بقى التحل يعني الحلول فيه واحد يروح للدكتور احنا هنا جلنا عملنا الفقرات سايبة عملنا حاجة اسمها يبنسميه تسبيت سلاسي ادي تلات فقرات اتسبتوا خلاص ترجعوا الوضعهم والطبيعي والمسفات ما بينهم سليمة شوف اللي بعدها انا عايز وراء حركة حاجة غريبة جدا ده برضو حالة زيها هنا كان عندنا الفقرة الخامسة عملنا برضو التسبيت بالدعمات الحركات واختبال حاجة دي من مادة اسمها تايتين ده حاجة حديثة جدا احدث كتير جدا من الشراحة المصامر شوف اللي بقى دي هنشوف بقى تسبيت سنائي تسبيت سلاسي تسبيت رباعي ممكن نثبت لحد 6-7 فقرات وراء بعض فيه ناس بقى ما بتجلناش فيه ناس بقى بتروح تعمل حاجات تانية يروح يتكوب النار يتحرق يعني فيه حاجة بنقول انها تصرفات خاطئة اللي هصور عندنا عايزين نشوفها التصرفات الخاطئة دي ايه ممارسات مخيفة جدا اه 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 اروح بقى ها زي ده ده الكوب النار لحد الحرق واصل لحد نص الظهر من تحت والله انا لما شوف شورة زهيدي استغرب هل ده موجود في 2014 موجود وده في 24 شوف بقى اللي بعدها انا عايز اوري حراتك ايه ده ده ابر مترشقة من اول الرقبة ده بقى يعني حد اخترع طريقة العلاج بالابر على الجنبين من اول الرقبة لحد تحت شوف ده المنظر مجنون اللي عمل كده شوف المنظر لا ده هتشوف بقى الاجن من كده شوف اللي بعدها الحلق اللي في ايه في الودان ده ده مشهور جدا ده بقى تراث قومي في محافظة الفيوم حلق حلق اهلنا في الفيوم وحبايبنا في الفيوم وبن سويف ده بلد جميلة 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 اهلي موجودين هناك يعني شوف الحلق اللي بيدخل وهو بيعتقد بقى ان الحلق ده هو ده اللي بيضيع النسا وبيضيع مشاهرين اه والله لا بص بقى على اللي جاي بقى تاني هتفرج ايه رأيك ده 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 دعنا بقى كده ده احنا دخلنا بقى ايه في الحجامة قالك دي اسمها الحجامة والكسات وبتاع تطلع في الاخر بجنجرين وغرغرينة في الجلد والمريض يجينا بهذا المنظر ومش قادر يتحرك يعني هو عمل ده خلاص طيب تم انت يعني وصلنا لفين شوف حاجة تانية ده العظم نفس تقريبا اتاكل اه كوي بالنار بقى هنا يقولك ده بكو لسعى بالنار وده خلالك في حدوة بقى اصلا دي سنة دي مش عارف كلام فاضي شوف كوي مرة على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال وفي النص كان لسه بحثة قلته الحجامة اختراع غربي يعني اساسا اللي اكتشف عمل الحجامة غربيين شوف بقى في صورة كده جميلة كمان جاية شوف كوي بالنار على عند الرجل من تحت بقى بيسموه عند نسر الرجل عند التندن اكيلس شوف المنظر كوي بالنار وصل لحد فين يقولك ده ده بيموت العرق النسا ده بيدرب عرق النسا ده انا بصوره جوه قط العمليات شوف اللي بعدها شوف الظاهر معمول في ايه كم كوية عد بقى معايا واحد اتنين ده مريد جوه قط العمليات هوا احنا مركبله الاجهزة كل حاجة عشان هنشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كلام ده في القرن العشرين في القرن العشرين واحد وعشرين واحد وعشرين طب احنا هنخلص من ده ازاي هنخلص من ده ازاي للأسف الشديد النهاردة احنا عندنا التدخلات بسيطة جدا يعني بتبدأ ان تمانين في المية من مرضى الام اسفل الضار والام العرق النسا والنزلالك الظروفي ممكن يتعالجوا بالعلاج يعني الجزء العلاجي ده مهم اوي في الموضوع في الاول وممكن ياخد شهر ياخد شهرين ياخد ستة شهور وممكن احتاج معاه بعض الحاجات المساعدة احنا لما نيجي نقسم المرضى هنقسمهم لثلاث اجزاء في جزء من البداية اقولك لا 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 امشي معاه بالعلاج ده يجي بالعلاج تمانين في المية تمانين في المية وعلاك طبيعي خلاص اه وفي جزء تمانين في المية تمانين في المية علاك طبيعي وادوية ممكن يجي ادوية ادوية بس يعني مجرد ادوية وراحة اه وشوية مساج وشوية تدليك وتسخين وبتاع يبقى زي الفل طيب المجموعة التانية هي المجموعة اللي لازم عملية يعني المجموعة الاولية ده مش لازم عملية خالص ممكن بالعلاج مجموعة تانية حوالي من خمسة لعشر في المية ده لازم عملية ليه لازم عملية ده جالي بقى بآلام رهيبة جدا لا تستجيب لأي علاج منهم اللي بياخد ترامدول بالشريط في اليوم واللي بياخد مخدرات واللي بياخد أدوية مخدرة الجابة بنتين والبريجابالنز والكلام ده كله بياخد أدوية تقيلة جدا وبرغم ذلك بيتقلم اللي جاهب عنده العضلة بدأت تخس وتضعف اللي مش عارف ينام ومش عارف يروح شغله اللي بدأ يجي له سقود في القدم اللي بدأ البول يتأثر انت مستنى إيه ده ده خلاص بقى أنا مجرد ما شوفه تعال خلاص فيه بقى ناس مجموعة في النص اللي هو ده اللي بنجرب بقى معهم حاجات مساعدة مع العلاج المجموعة دي ممكن ساعتا نقول تعالى نجرب التدخل بالتردد الحراري تعالى نجرب الحقن تعالى نجرب العلاج الطبيعي الناس دولا ممكن يستفيدوا من هذا الكلام مع العلاج بتاعنا ودولا بيدخولوا في الرينج اللي هو بتاع الثمانين لخمسة وتمانين في المائة الأولانيين طيب انت وصلت لمرحلة العلاج التدخل الجراحة تدخل الجراحة له أنواع كتيرة جدا عشان الناس دايما فاكرة ان الحل هو حاجة واحد لا خالص احنا بنحل بناء على الحالة انا لما يبقى عندي انزلاء غضروف في واحد لواخد برحرك لا ده ده انا بقولك تعالى نعمله بالمنزار هنعمله بالمنزار بيجرح صغير جدا وندخل 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 نشير الغضروف ونفضل الغضروف ومكانه تماما طيب الحالة اللي بعد كده لو جاي الفقرة سايبة شوية لا ده مش هينفع نسيب فقرة سايبة لان لو انا عندي شرخ في فقرة او فقرة منزلقة او كسر في فقرة لا ده لازم تدخل وعمل حاجة اسمها تثبيت يعني نشوف الفيديو ده لما يبقى عندي فقرات اكتر من فقرة سايبة هدخل بقى عندي تثبيت ده بنسمي تثبيت الحركة ده بنسميها مسامير من التايتينم دعامات رؤوسها متحركة وفيه قطبان بتمسكها ده برجع العمود الفقري لقوة ووضعه الطبيعي علشان ابدأ اشيل الضغط اللي موجود على القناة العصبية يعني انا حابب نراجع الفيديو اللي قبل ده الفيديو اللي قبل ده حلو قوي انا عايز اشوفه الفيديو ده بقى هنا عندي فقرة واحدة بس المكسور اللي هي الفقرة الخمسة حصل شرخ والشرخ ده ورد جدا للحدوث ناس كتيرة جدا وخاصة في السيدات لقى الفقرة من الاعداء والزحلاء على البلاط السيراميك والسلمة برافو تمام تبدأ تكسر هنا بنعمل تثبيت حاجة وتثبيت وبنسميه رد للفقرة يعني الفقرة بنرجعها بنردها تاني طبعا مش الرد بقى بالخشبة والرد بالعصايا والرد مش عارف ايه احنا ناس بتجينا دهرها خربان من الكلام ده ده فيه ناس بيستعدلوهم وبشاكوش وطبعا سابع حركة عرضنا قبل كده بالشاكوش وبالاجنة وسمكاري العربيات وسمكاري العمود الفقري هنا اي حاجة بس عملية جرح صغير جدا بسانتي اتنين سانتي تلاتة سانتي ماكسموم تبقى وان انش ندخل نعمل تثبيت ده بنسميه تثبيت حركي ارجع الفقرة الاصلها واشيل الضغط اللي على العصب وارجع الموضوع الاصل طيب لما يبقى الموضوع عندي غضروف واحد اديني باشيل كده لو عندي غضروف متعددة هعمل كمان معها توسيع للقناة العصبية وندخل بقى فيما يسمى الجراحة المايكروسكوبية وديت الجراحة الاشهر والاكثر انتشارا على مستوى العالم طيب ايه مثل الجراحة الحديثة دي نعمل جراحات التقليدية طيب جراحات تقليدية اهلنا كانوا بيعملوها واساساتنا كبار كانوا بيعملوها وكاد كويسة جدا بس لها بعض المشاكل يعني احنا مع التقدم الموجود مش هنقبل بالمشاكل دي القديمة بقى كان فتح كبير 20 سنتي وادخل جوه العضلات بيعمل بقى قطع في العضلات شوية بممكن يعمل تجمع دموي ممكن يعمل نزيف ممكن يعمل ضعف في العضلات بعد كده او تلايوفات ما بعد الجراحة النهاردة بيت لأ انا هعمل جرح على الاد اللي انا عايزه بس ليه رؤيتي بقت افضل سواء رؤيتي بشوب بالمنزر او بالمايكروسكوب الجراحة الميكروسكوب بيكبر للصورة من 25 ل 50 مرة لحد اكتر من كده ممكن اكبر فبالتالي العصب اللي عامل زي الفاتلة ده ممكن بشوفه زي الكبل فالاحتمالات بتاعت اصابة العصب هنا بتبقى نل عشان كده بنتكلم النهاردة نسبة نجاح الجراحات الميكروسكوبية وتدخلات المحدودة ما دي بنسمها كلها تدخلات محدودة واغتبار حراتك وهما سموا تدخلات محدودة بنرجع للحتة الاولية خالص ان انا ما عدتش عايز المريض يعود له ثلاثة شهر نايم في السرير ما بيعرفش يدخل حمام وستة شهر نايم في السرير لابس حزام وسنة ما بيعرفش ينزل شغله مش عايز الكلام ده انا بتكلم في الجراحة اقامة في المستشفى يوم واحد بتسميها جراحات اليوم الواحد بامكانيات عالية جدا ونتيجة كويسة جدا في الجراحات العادية كنا بنتكلم على نتيجة ستين في المية دي كانت اعظم النتائج بتاعتنا يعني كان نص الناس بيطلعوا كويسين نصهم بيطلعوا تعبانين لا دلوقتي بنتكلم في خمسة وتسعين في المية طيب هل وارد ان يحصل بعض المضاعفات وارد زي في اي مكان في العالم واخدر حرك ودي بتعتمد على المدة اللي قضاها المريض ما قبل التدخل او الوصول للدكتور انت جربت ايه قبل كده اللي جرب الشد واللي جرب التقطاء واللي جرب الحجامة واللي جرب جلسات علاج طبيعي واللي جرب تردد حرارة واللي جرب حقن واللي جرب حاجات كتيرة جدا طيب انا ليه ارسالة بوديها بقول للناس يا باشا انت حضرتك جربت التردد الحرارة وجربت الحقن وما تستريحتش طب تعالى بقى للدكتور احنا عايشين بشوية كلام بحالتك مش مناسبة لها هذي النوعية عايشين بشوية كلام بيلعبوا في دماغنا يعني يقولك قوعك تروح للجراح يقولك اول ما يقولك عملية يا فاندب لا الموضوع مش كده خالص ده انا اكتر واحد بكتب علاج واحد برحالتك يعني العملية دي هي الحل الاخير اصلا راجل جراح فهي الجراحة هي وسيلة من وسائل الحلول واحد برحالتك واخترلك التدخل المناسب لحضرتك يعني ايه هل دي تتعامل بالميكروسكوب هل تتعامل عندنا حاجات اسمها شافته وتبخير وحاجات زي كده بزي بتتطلب مريض بها ايه واعي او ناصح صوفتي كده وفيه كمية ماي لكن اللي بيجي لي بقى غضروف مع كسر في الفقرة معضيك في القناة العصبية في فقرة اتنين تلاتة اربعة خمسة طب ده انت اللي هز انت تتدخل هنا جراحيا ما عادش ينفع بقى سياسة ايه اصلا خايف من العمل ايه هو انت هيجرلك ايه اكتر ما جرلك انت القلم مش عارف تعيش بالقلم وجربت العلاج وجات لك كرحة في المعدة وجالك مشاكل مع الكلة وجالك مشاكل في الدم والكبد عندك بدأت فيه سيولة وفيه تلايوفات في الكبد مشاكل بطنية وحاجة قادرة مننا كلنا بلا هذا الكلام وفاشلت كله وفاشلت كتير وفاشلت كتير وفاشلت كتير بدايتهم انه كان بياخدوا مساكنة قلم عملها عارف انا اول حاجة اقول ما بيجي لي المريض علشان وهنحد نتكلم في عملية اقوله اعمل لي بقى حاجتين اعمل وظائف كلا تفاجأ بقى ان الكرياتين بتاعه طلع تلاتة طلع اربعة طلع اثنين ونص واخد بالك وقوله اعمل وظائف كابت نشوف الدنيا فيها ايه دي بدايت قبل ما هنناقش قضية ان احنا نعمل ولا مش هنعمل لان 90% من الناس النهاردة مع سوق استخدام الادوية بيحصل مشاكل رسالة بوجهها للاخوة الزملاء اللي علاج الطبيعي من فضلك ما تكتبش علاج دي مش دورك انت هتعمل برنامج علاجي لتقوية العضلات الريح الاربطة علاج الالام حاجات جميلة حلوية تبتعتك لكن تكتب علاجات وتعمل وصفة طبية طب ده ده ممنوع بالقانون يعني ده مش دورك فيه طبيب اسم طبيب المعالج هو بيعالج وبيختار وسيلة العلاج النفعة مع المريض بتاعه انت بتبص الجانب واحد بس من الموضوع فاحنا نصحتنا بنقول عندك مشاكل عندك الام الالام مستمر بيستجبش للعلاج بدأت تتأثر في حياتك ست البيت مش عارفة تشتغل مش عارفة تقدم عيالها مش عارفة تقدم جزها عندها مشاكل أسرية ده بيجي لهم مشاكل عائلية لما تبقى ستة فعيلة وبتاع ده بيعيروها بالمرض يعني احنا عندنا ناس للأسف شديد ليس ما زلنا في هذه الحقبة واخد ذلك العيانة دي يعني منبوزة في الأسرة الحقيقة فليه ليه نسيب نفسنا ندور على الحلول والحلول متاحة كلها سواء علاجية سواء تدخلية محدودة سواء جراحية سواء جراحة ميكروسكوبية أي نوع من أنواع التدخلات اللي هتحل المشكلة أنت نورت وشرفت ربنا يخليك ضيف العزيز واحد من النجوم الكبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب أسوة دكتور وحمد صديقه ودي أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقر كلها طب أسر العيني أعوضوا جمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقر واحد من ميجسر هذا العالم كان في الناس الحاجة واخليكم مع الناس اشتركوا في القناة